السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء ثلاثة نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج الجدي في ساعات الصباح ساعة تسعة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيش رح ينتقل القمر من برج الجدي إلى برج الدلو ورح يظل القمر موجود في برج الدلو حتى تمام الساعة 11 و12 دقيقة بتوقيت جرينيش من ظهر يوم الجمعة القمر الآن موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 11 و44 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها إلى منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه موجود في برج الجدي حتى ساعات الصباح معناته منظل أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما بتكون سهلة بالنسبة لألنا والبعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء أعمال جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون ساعة أربعة وحد عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع وهذه الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة الأحمال أو الضغوطات عليهم فممكن أنها تعرضهم للحوادث ما منحسن التحكم في أفكارنا ولا في كلامنا ولا في ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ما قبل خلو المسار هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليفا وكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا الوقت يعتبر وقت مناسب للراحة ورغم إنها بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة خمسة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج رح ينتهي الساعة تسعة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الدلو هذا بيعني إن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج القمر خلاص بنتقل بيستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات الصباح منشعر إن بحاجة ماسة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادي منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء والتجربة طريقة جديدة للحياة من ميل أو بميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بطيئة إلها تعثير تقريبا للخمس أيام ومستمرة كمان خمس أيام قادمة وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين نيبتون ذروتها الساعة 11 و 10 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول تجذب الآخرين لإلنا تجلب لنا السعادة عاطفيا وفنيا وبرضو بتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة بالدل أيضا على تحسن أوضاع العاملين بالصيد البحري وصناعات الطبية والصيدلة وتكرير النفط والأيضا الميدان الفني وخصوصا الفن السابع وتعرف الموسيقى برضو خصوصا الموسيقى الروحانية أو الروحية والإنتاج الفني يعني اللي تعنى بالعقائد والأديان والروحانيات والعلوم النفسية يعني بتلاقي رواج أكبر ونجاح أكبر وممكن يتم الإعلان عنها في هاي الفترة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت اضطرارية طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية بطت الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية بالنسبة لهذا اليوم العضاء الغير اللي ذكرناها وبفترة ما يكونش فيها خلو مسار ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن من ساعات الظهر وما بعد يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر ما بعد ساعات الظهر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الدلو خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 5.39 دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة وبيستمر حتى تمام الساعة 11.12 دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم اليوم طبعا في نهاية اليوم بظل 24 يوم نسبة الإضاءة 30% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19.4 سعيد بنسبة 15% القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو ورح يظل في الدلو لغاية يوم 5.4 سعيد الآن بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات العصر منتحس بنسبة 10% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25.4 منتحس منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 5.4 منتحس بنسبة 25% المريخ في الحوت حتى يوم 30.4 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25.5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا يعتبر هذا اليوم من الآن وحتى ساعات الصباح مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إشي بدون عصبية وبدون انفعال وبدكوا تتجنبوا مخالفة القوانين أما من ساعات الصباح فونا بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحيدين فترى ناشطة وواعدة اجتماعيا دراسيا مهنيا عائليا وبتكثر الاتصالات والموعيد خلال هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن بعضكم يرفع عن نفسه بهواية أو برحلة أو يروج لعمل أو ممكن يحصل على معلومات ما كان يتوقعها طبعا هذا الأمر رح يضل لغاية ساعات الصباح والأجواء جيدة على مستوى الترويج أو الإقناع أما من ساعات الصباح وما بعد ونبين صب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم مش إنك ما ترتجل المواقف والتصريح عشان ما تقع بحيط الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بالمسئوليات وتعتبر هاي فترة واعدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات الصباح وبظل في فرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة وسارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبكون لكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب تتعلق بالسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة بمجال أو بشيء معين وبيكون ناجح أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعاد بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يعتبر هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة يعني من الآن وحتى ساعات الصباح وبغسعكم إتمام أي عمل مشترك أو اتفاق ما بينكم بين أزواجكم أو شركاكم وبتظل فترة سلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة حتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد وأنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم إبيت ما عن بالكم وبتفرحوا لا تطور في مجال ما فترى جيد لتصحيح خطأ أو لا تكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظة لأن خصمكم قوي ما بيرحم تحمل لكم هذه الأيام ارتباط مهم فعشان هيك لازم تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن وحتى ساعات الصباح وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا ومعني ما زالت فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فما تهمل الواجبات أيضا اتجاه العائلة والأحبة أما من ساعات الصباح وما بعد بيتراكم العمل لديكم أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم حاذروا من التقلبات الصحية أو الجسدية اللي ممكن أنها تمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة اللي ممكن شوية تخليك تشعر بالتوتر بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن وحتى ساعات الصباح وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم ما بين أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلي أو عطل أو مشكلة شخصية لا تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء شوي عدائية ومتوترة أما من ساعات الصباح تشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات حتى ساعات الصباح وبتضل فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء ما زالت لطيفة وبتحمل لك لقاء يا عاطفي أو مصالحة أو ورشة يعني ورشة عمل هيك تأهل قدراتك للشيء القادم أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن أنها ثير اضطرابك أو غضبك أو امتعاضك لا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات من الآن وحتى ساعات الصباح وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات أما من ساعات الصباح فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وفترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا يسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك في مجال ما مناسبة فعالية أو تقوم باتصالات واسعة هاي الاتصالات بتسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية مرضو في فرصة انفراج وتقدم ملموس من الآن وحتى ساعات الصباح عليكم التحلي بالحكمة والواقعية في حل أموركم تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا ما زال الوقت لغاية ساعات الصباح بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتكم لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش أنك ما تحسم أي أمر هذه فترة سلبية مخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة تقوم فيها أما في ساعات ما بعد الظهر أو ساعات الظهر تقريبا وما بعد بتستعيد نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ولكن بدك تحذر من سوء تفاهم أو عصبية أو خلاف ما بينك وبين أحد المعارف وأهم شيء ما تأمن سرك لحد أما من ساعات الصباح وما بعد تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء